هذا هو محمد ياسير المنصوري مدير الإدارة العامة لدراسات المستندات لاتجاد اللي هي المخابرات الخارجية المغربية تزيد في 1962 في بجاد وقرف من الدراسة المولوية مع المالك محمد السادس واخدى الإجازة في الحقوق وديبلوم دراسة العلية في القانون العام من جامعة محمد الخامس في الرباط هذا الغلام أول ما تعين خدم في الديوان ديالدريس البصري ووزير الداخلية أيام الحسن الثاني ومن بعدها تعين مدير وكالة المغرب العربي الأنباء بين 1999 و2003 وكان كذلك مدير عام شؤون الداخلية الوزارة الداخلية بين 2003 و2005 وهي السنة اللي تعين فيها مدير دي المخابرات الخارجية لاتجاد أعد ولد ماماه دار بزاف دي الكوارث والأخطاء اللي كلفت المغرب بزاف من السمعة دياله ولكن حيتصاحب المالك وحيتولى أخطابه وتعنده الأدرع دياله في كل إدارة وفي كل وزارة وفي كل مكان في المغرب ما بقاش قادر شي حد يزازعه من بلاستو